موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشاف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العودة من لساني يفقه وقولي أبناء وبناتي طلبة الصف الأول السنة وأهلا بيكم بمشيت ربنا النهاردة نحل مع بعض أسئلة اللي يختبر نفسك موجودة معنا صفحة 113 كتاب الامتحان على أسئلة تحديد الجنس في الإنسان أول سؤال ظلت تحديد الجنس حلمي وراود كثير من البشر منذ زمن طويل وظلت فكرة أن المرأة هي المسؤولة عن نوع جنينها زكرا أم أنسها حتى منتصف القرن الماضي ولكن مع اكتشاف الكروموسومات الجنسية قد توصل الولماء إلى حقيقة هذا الأمر في ضوء ذلك إلى ماذا توصل الولماء بعد اكتشاف الكروموسومات الجنسية احنا عرفنا قبل كده أن الرجل هو المسؤول عن تحديد مين الجنس يبقى نقول له كده الإجابة الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود المولود وليست المرأة حيث أن الخلايا في الأنسة أربعة واربعين زائد XX ينتج نوع واحد من الأمشاج المؤنسة اللي أنا بسمها إيه؟ البويضات البويضات اللي هيكون تركبها اللي هي تنين وعشرين تنين وعشرين زائد X تنين وعشرين زائد إيه؟ زائد X أما خلايا الرجل خلايا الرجل تحتوي تعالى أربعة واربعين زائد X Y وتنتج نوعان من الأمشاج نوعان من الأمشاج أو أنه عندنا اللي هي حالة منوية يعني أول حاجة عندنا اللي هي اتنين وعشرين زائد X أو اتنين وعشرين زائد Y وإذا خصيبت البويضة اللي هي أول احتمال عندنا الاحتمال الأولاني البويضة زي ما احنا عارفين عبارة عن اتنين وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين زائد ايه زائد X دي اللي هي عبارة عن مين عبارة عن البويضة مع حيوان منوي اللي هو عبارة عن حيوان منوي اللي هو عبارة عن اتنين وعشرين زائد X تعالى نجمع مع بعض كده اتنين وعشرين واتنين وعشرين هيطلق لكام اربعة واربعين X و X يبدين مين اكس اكس يعني اتنين اكس. في الحالة دي هتكون ايه? ده الاحتمال الاول. الاحتمال التاني. اللي هي البيضة اللي هي اتنين وعشرين زائد اكس. هتتحد مع حيوان مانوي. بس المرة دي اتنين وعشرين زائد واي. تعال انجمع كده. اتنين وعشرين وعشرين هدينا كام? اربعة واربعين. اكس ايه اكس واي. في الحالة ده هيكون ايه? زكر. اصبح دلوقتي من المحدد للجنس اللي هو الزكر وليست مين? الانسة. من المخطط المقابل ماذا تمثل المراكبات ال والعضو ام? ما نيجي نبص كده هنماشي مع التجاه السهم. عندنا هنا ايه? كرموسوم واي. طالما كرموسوم واي انا كده بتكلم على ايه? بتكلم على زكر. عشان واي موجود فين في الزكر? قال لي هنا اه تحفز مركبات اسمائل. يا طرى المركبات دي اسم ايه? دي عبارة عن هرمونات. اسم ايه? هرمونات. الهرمونات دي هتروح لمين? لانسجة مناسل غير متمايزة. هتؤدي لتكوي مين? انا بتكلم على زكر. طالما بتكلم على زكر يبا ازا بتكون عن بتكلم عن تركيب مين? الخصيطين. الخصيطين. يبا كده الاجابة اللي عندنا. احنا اختار نقولنا بالترتيب كده اللي هي هرمونات وبعد كده ايه خصيطين هرمونات وبعدين خصيطين يعني اجابة اللي هي مين? اللي هي رقم مين? رقم بيه. يبا عندي هرمونات وخصيطين. الاجابة رقم بيه. الاشكال التالية تمثل بعض الامشاج فيه على الانسان موضحا بداخلها الصبغيات الجنسية. ادرسها ثم اختار الاجابة الصحيحة. نبص كده على قدامنا. هنا العلامة دي بتاعت ايه? دي عبارة عن الانسة. يبا دي عبارة عن مين? وهنا بقول لي ايه? في السؤال بقول لي ديت امشاج. طالما بتكلم على انسة بايز اللي قدامنا دي عبارة عن البوايضة. البوايضة. العلامة دي بتمعناها ايه? امشاج مزقرة. يعني انا هتكلم دلوقتي على مين? على حيوانات منوية. حيوانات منوية. طب نقل البوايضة. مفروض تركيب البوايضة ها زائد ايه زائد اكس المفروض التركيبو التطبيعي اتنين وعشرين زائد اكس ده الطبيعي دي بوايضة طبيعية النما هنا زال ما احنا شايفين هنا بيقول لي هنا نون زائد واحد يعني ايه? يعني هنا فيه كوروموسوم زيادة يعني مفروض التركيبه الطبيعي اللي هو قدام ده هسميه نون يبقى الى قدام ده عبارة عن اسمه ايه اسمه نون حلو كده طيب لو انا زودت عليه واحد ما عنا كده ان فيه كروموسوم زيادة عندها يبقى اللي قدام ده عبارة عن اتنين وعشرين زائد اكس اكس يبقى اول حاجة اللي هي سين ديت عبارة عن اتنين وعشرين زائد اكس اكس دي بويضة شازة عشان فيه كرموسوم جنسي زائدها النون ديت اللي هي الطبيعية اللي هي العادية اللي احنا لسألين عليها اللي هي عبارة عن اتنين وعشرين زائد اكس النون ناقص واحد معنى كده ان فيه واحد نقص عندي فيه كرموسوم نقص عن الطبيعة ده يعني عبارة عن كام عبارة عن اتنين وعشرين زائد زيرو مفيش حاجة فهنا فيه كروموسوم جنس ناقص طب نيجي هنا الصغير ده معناه اللي هو كروموسوم اللي هو يعني ده انا بتكلم على ما شيك خلي بالي فده عبارة عن تركيبه اتنين وعشرين زائد واي والكبير ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن اتنين وعشرين زائد اكس تحنا نشوف به هو عاوز ايه فاول سؤال عندنا بقول لي ما ناتج اندماج نواة المشيك لام في اللام لام قدامي هو اللي هو في مين اللي هو الواي تمام مع نواة المشيك سين سين قدامه عندها كم اللي هي اتنين زيادة تعالوا نعملهم مع بعض كده يبقى عندنا مين زائد مين عندنا اللي هي البيضة اللي احنا قلنا قدامنا ها يعني اتنين وعشرين زائد اكس اكس زائد دي البيضة مع الحيونان منوي اللي هو قال لي اللي هو لام لام قدامي ها اللي هو اتنين وعشرين زائد مين اتنين وعشرين زائد واي تعالوا نجمع كده اتنين وعشرين وعشرين هدين اربعة واربعين ها اكس اكس ايه واي زائد اكس اكس واي مجموع كرمصومات دي كام كلهم على بعض كده سبعة واربعين كرمصوم يعني في واحد زائد من اللي زائد عندي في واحد اكس زيادة طيب اللي قدامي دي عبارة عن زكر ولا انسة ايه ده زكر عشان فيه هنا مين فيه واي طيب يطار ده زكر طب ايه طبعا لا ما ينفعش معايا هل ده زكر كلين فلتر اي واي دي الاجابة الصح يبقى عند الاجابة لو مين زكر ايه كلين ايه فلتر انسة طبعية طبعا غلط انسة طينر طبعا ايه برضا غلط يبا كده اللي جاب رقم مين رقم بيه ما ناتج اندماج نوعات المشيج ميم ميم قدامنا ميم اللي هي عبارة عن اتنين وعشرين زائد اكس اتنين وعشرين زائد اكس طبعا ده اللي هو الحيان المنوي مع نوعات المشيج عين عين اللي هي اتنين وعشرين زائد زيرو اتنين وعشرين زائد زيرو وطبعا ديها اللي هي عبارة عن البوايدة تعال نجمع 22 و 22 هيدينا كم 44 زائد XA X0 دول مجموعة كرموسومات كم دول 45 كرموسوم ده فيه واحد نقص قدامي صح ولا لا يبقى عندنا هنا فيه واحد ايه فيه واحد نقص طيب الحالة اللي قدامة دي تذكر طبعا ده فيه X بس وبالتالي هنا طالما فيه X بس يبقى ازا دي عبارة عن ايه عبارة عن انسة طب هل ده زكر طبيعي فبقول اول اختيار ده زكر طبعا ده غلط احنا قلنا انسة زكر ده بالنسبة لنا غلط طب دي انسة طبعية المفروض لو هي طبعية كان الكام المفروض لو هي طبعية يبقى 44 زائد X X ده لو هي طبعية انما اللي قدامة طبعا ده غير طبعية انسة طينار طبعا دي الاجابة الصح عندنا لان هنا فيه كرموسوم ماقص عندنا اللي هو كرموسوم الجنس اللي هو ايه اللي هو الـ X مع ناتج اندماج نواة المشيج ميم ميم قدامنا ميم اللي هو 22 زائد X 22 زائد X وده عبارة عن الحيوان المنوي مع نواة المشيج صاد صاد اللي هو 22 زائد X 22 زائد X وده عبارة عن البيض تعال نجمع 22 و 22 هيديني كم هيديني 44 يبقى الناتج عندنا 44 ها كم X واحد وهو والتاني هو يبقى كم X X دول مجموحهم كم ده ده 46 كرموسوم فإذن ده عبارة عن انسة طبعية يبقى اللي قدامة ده عبارة عن ايه انسة طبعية تعال نشوف الاختيارات فبل رقم ألف زكر طبيعيه هل ده زكر ده الـ 2X ماينفعش معايا زكر كلينفلتر المفروض كلينفلتر اللي هو مين اللي هو عبارة عن 44 زائد X X وي وبالتالي ده ماينفعش معايا ده كمان انسة طبعية ها ايه رأيكم ايوه هي ده الاجابة الصحة عشان عندي 44 أهمت واتنين أهمت XX مجموحهم كام 46 فإذن ده طبعية وبالتالي ده ايه انسة ايه طبعية انسة طينر احنا لسا قيلين انسة طينر اللي هي عبارة عن كام ما ناتج اندماج نواة المشيج لام اللي هو 22 زائد Y 22 زائد Y وده عبارة عن الحيوان المنوي مع نواة المشيج صاد 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 اللي هو 22 زائد X 22 زائد X ده عبارة عن مين عبارة عن البيضة تعال نجمع 22 و22 هيديني مين 44 44 زائد X طب دول مجموحهم كام 44 واتنين ابو كام 46 كروموسوم طالما 46 كروموسوم يبقى ايه ان ده شخص عادي تمام طبيعي سواء انسة او زكر تعال نبص على ده كده عشان نعرف زكر ولا انسة X Y ده فيه Y ايه ايه ان ده عبارة عن زكر طبيعي زكر طبيعي تعال نشوفوا الاختيارات زكر طبيعي طبعا دي الإجابة عندنا الصح الرقم به زكر طبعا دي غلط احنا قلنا زكر كلان فلتر دي عبارة عن كام 44 زائد XXY انسة طبيعية الانسة الطبيعية كانت المفروض 44 بس زائد XX انسة طينر المفروض انسة طينر اللي هي 44 زائد من X0 يا ربكم فاهمنا ما تنسناش ما صارح دعواكم كان معكم السرطة واللقاء ان شاء الله في وديوه القادمة والسلام عليكم ورحمة وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة